موسيقى السلام عليكم خوتي وشهركم لا بس بخير بوم صحة رمضانكم خوتي راي خرجت التشكيلة الاساسية بزل مقرد في احكا اسمع لكل احال على المباشر راح نقراها معاكم وإذا كانت مفاجأة راح نتفاجع على المباشر معاكم وكانت نقطة بعد ما نقرأ القائمة هذه نحكي لها واحد النقطة قال لك باللي بزاف كتبولي قالوا لي وبعتولي تاني قالوا لي بللي بني جرمش كيش يدخلوك يمقلوك يرح يعني يروحوا الامام يعني رح يهاجبوا رح يحاولوا يهاجبوا لان ما عندهم ما يخسروا دونكم نتكلم في هادا النقطة تاني شوفوا التشكيلة هارس المربا عندك زغبة عندك كيفين غيطون هادا غيطون كيمال يدرتوانا جوان حجان رامي بن سبعيني دار حجام ما دارش اي تنوري انا درتهم تاني فيزيج قلت لكم يا حجام يا اي تنوري كنت متمنى يشوف اي تنوري عندك رامي بن سبعيني انا ما درتوش دارو عندك محمد توقاي راهو دار توقاي انا تاني قدرت توقاي عندك رامي الزروقي او درجع رامي الزروقي المفروض انه سي قادري هنا يا انا وجهة ناظري انه سي قادري جبت قادري وقادري راهو يقدم في اداءة مريحة يجرب على الاقل قادري او توليت الزروقي مع الزروقي شايفين والف خطر على كل احد متمنى في الشوطة التانية يعطي فرصة كبيرة للقادري مشي خمس دقائق عشر دقائق يعني في دقيقة الخمسة وستين على الاقل تعطيله خمسة وثلاثين دقيقة نجربوا لاقلين ولا لا لا باش نعرفوا باللي اللعب هذا يقدري يقدر ما يمش لازم نجربوهم قادري كان ابو قر يقدم اداءة مريحة وفي كورتيريرا هو يقدم اداءة مريحة على الاقل نعطولهم فرصة مادان جبناهم للقائمة نعطولهم فرصة يعني المباراة اللولانية ملعبش والمباراة هذه ما يلعبش كاساسي زروقي لعب مليار مباراة يعني ما رانيش ضد زروقي راني حايب نشوف لعبين جودد راني حايب نشوف انه تجمج زروقي شايفين وخلاصه نعرفه ونعرفه المساوتاء والراه واصل قادري يحبين نشوفها مع المتاخب هذه هي النقطة تاعي عندك اسماعين بناصر عندك رياض محرز وعندك شعيبي نحى بالليل على كل حال خلا رياض محرز كما قولوا في الجهة اليمنى وشعيبي في الجهة اليوسرة عندك اندي ديلور وعندك بغداد بنجاه يعني هنا وش حبي يقول جمال بالماضي راهوا لاعب بالخطة ربعة ربعة تنين زوج رأس حلبة زوج عجنيحة يعني ربعة ربعة تنين زوج رأس حلبة وسمو تشكيله هنا غير الخطة يعني غير الخطة من ربعة ثلاثة ثلاثة غير الخطة ربعة ربعة تنين حبي يشوفها ربعة ربعة تنين هادية ونشوفها ربعة ربعة تنين هادية يعني دال شوية تغيرت كم عطى حجام عطى القيطون يعني عطى فرصة لبعض اللعيبة ما نقولوش رأوا حرمهم قيطون رأوا حطوا أساسي جابوا رأوا حطوا أساسي حجام رأوا جابوا حطوا أساسي توقاي بن بكري يلعب معنا زروقي شعيبي رأوا حطوا أساسي وحط ديلور وحط بغداد بوجة ولكن في الأمر تعقادري كنتم تمنى أنه يعطي له فرصة وحتى بالعيد كنتم تمنى أنه يعطي له فرصة إن شاء الله في الشوطى الثاني إن شاء الله يحسموا المباراة في الشوطى الأول والشوطى الثاني إن شاء الله راح يدخل اللاعبين على البكري ليس عشر دقائق ولا أربعة دقائق هذه هي التشكيلة ما نشوفه وش هل سيقدروا يقدموه فيها لاعبين جدود فيها شعيبي أساسي كما حكينا وحكينا وحكينا نجل الموضوع تأم نيجر اللاعب المباراة اللي فاتت كان كما قولوه زيّر غلق الدفاع بلوك كما قولوه بلوك تعوف فى المنطقة تعوف محب ش يرجاء و يسنغل المرتدات هذه الخطارة ما راه خسره ولو لازم عليه يخرج كما قولوه باش يسجل أهداف وباش كما قولوه عالقل يجيب نتيجة بالفوز وا 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 شوفو راه مخوتي من أنا بالنسبة لي أول العلم عند الله إيه يقدر يخرج بالصح العقل والعقل والمرضى يقول يمكن أن يخرج لعدة أمور لأن الخطة اللي لعبها الخطرة اللي فاتت صعبت علينا الأمور يعني ما يقدرش يتخلى على أمر هو مجحته صعب علينا الأمور وكانت قريب النتيجة تكون 2 صفر كانت كما يقوله بعد احنا رجعنا في النتيجة عدمنا النتيجة وربحنا هنا يتدري يقول لك وي عجبتني الطريقة اللي لعبت بيها وغلقت عليهم وزيرت عليهم الأمور يقول لك نلعب بنفس النهج ونحاول ما نديرش الأخطاء ونحاول ندير المرتدات تبالك الماركي زوج كما اخترا لي فات ماركيت واحد وراطين واحد قادرين نزيدوا الماركي واحد وزيدون نسجلوا دوز يام ونقضوا عليهم باش يفتح لك اللعب ميجر على باله وبالي رح يكون شكارة انت تقول لي باريزون بوغراء ربحهم خمسة هي مشي نفسهم لانجب تلاتها من عند بوغراء لعبوا الماتش اللي فات التشكيلة عند بوغراء لما تنسوا بالنيجر يدخلوه اول دقائق بدأوا يهاجموا واللعب نيجر على المحل اللي تحتهم يهاجم لماذا لحقوا دومي فينال يهاجم مع بوغراء دخلوا ديرك يهاجموا وقضع عليهم بوغراء فالنيجر اللي كان يفتح اللعب على باله المدرب بتاع النيجر على باله وبالي لو كان يفتح اللعب مع الجزائر غالقين وماركين لهم زوج ليبيت لو كان يفتح اللعب على باله وبالي رح ياخد شكارة على هذه كان ما ضمناش رح يفتح اللعب رح يلعب بنفس الطريقة ويحاول يصلح اخطاء ويحاول يقرأ اخطاء تعالى المنتخب وين يقدر يزيز يسجل الاهداف هذا وشانا قدر نقول لكم ان شاء الله مر المبارك كل توفيق للمنتخب بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام